بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق تعالوا بنا نبدأ بهدي النبوة لنقتبس الدروس والعبر من كلام سيدنا رسول الله روى الإمام أبو داود في سننه من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامه فقال يا أبا أمامه ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال أفأعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك قال قلت بلى يا رسول الله قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات الكريمات المباركات علاج للهم والغم والحزن وسبب لقضاء الدين سيدنا النبي دخل المسجد في يوم من الأيام في غير وقت الصلاة يعني ما بين الظهر والعصر مثلا أو ما بين العصر والمغرب فوجد واحد من الصحابة من الأنصار جالس في المسجد في غير وقت الصلاة فسيدنا النبي بيقول له يا آباء أمامة ما لي أراك تجلسه في المسجد في غير وقت الصلاة ليه قاعد في المسجد دلوقتي ما فيش صلة ولا حاجة حاليا فقال يا رسول الله هموم وديون علي ديون كتير وهموم لزمتني مش عارف أعمل إيه فقال صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلت هذه الكلمات أذهب الله همك وقضى عنك دينك فالسيد نبو أمام قال له بلى يا رسول الله علمني يا رسول الله قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت من كلمات اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبات الدين وقهر الرجال سيد نبو أمام بألف لزمتها فقضى الله ديني وأزال عني همي يبقى لعنده هم وغم وعليه ديون يدعو بدعوات سيدنا رسول الله ففيها النجاة من كل كرب وهم وغم نسأل الله أن يفرج الهم عن كل مهموم وأن يقضي الدين عن كل مدين اللهم أمين فأصل وهرجع لحضراتكم تاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب بسم الله وصل الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آل وصحبه ومولا رجعنا لكم تاني ومع أدعية القرآن الكريم دعاء اليوم من صورة الشعراء يقول الله جل وعلا على لسان سيدنا الخليل إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم هذه الدعوات الكريمات البينات وردت ضمن صورة الشعراء وهي صورة مكية من الصور التي ابتدأت بالأحرف المقطعة طاسيم ميم سيدنا إبراهيم بيدعو هذه الدعوات واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني أسألك يا ربي أن تكتب لي الذكر الحسن والثناء الجميل إلى قيام الساعة عايزي بقال ذكر حسن والثناء جميل اجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ادخلني الجنة بفضلك ومنك واغفر لأبي إنه كان من الضالين على خلاف بين المفسرين هل أبوه اللي هو يعني أبوه من الصلب ولا عمه اللي هو رباه على إن بعض المفسرين قالوا إذ قال إبراهيم لأبيه آزر عم إبراهيم مش أبوه الايه مش أبوه الصلب واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزيني يوم يبعثون يعني ايه يعني ولا تفضحني يوم الموقف العظيم تفضحنيش في يوم البعث يا رب ولا تخزيني يوم يبعثون وبعدين سيدنا إبراهيم بيطلب من ربنا سبحانه وتعالى ويقوله يا رب لا تفضحني أمام خلقك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم يوم الموقف العظيم فيش حده ينفع لا مال ولا بنون ولا أولاد ولا دنيا ولا منصب ولا أي شيء الكل فقير إلى رحمة الله رب العالمين فدي دعوات مباركة ندعو بها جميعا ادعي ربنا وانتساجد أقول اللهم اجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نفح في الدعاء من سيدنا إبراهيم احرصوا عليها وواضبوا عليها وقلت لحضراتكم في أول حلقة إن القرآن الكريم مليء بالدعوات المباركات والدعاء عبادة إنه من لم يسأل الله يغضب عليه نسأل الله أن يستجيب الدعاء منا ومنكم اللهم آمين فاصل وأرجع لحضراتكم تاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب بسم الله وصل الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا رجعنا لكم تاني ومع الفتاوى الرمضانية اللهم فقهنا في دينك ولا تخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم آمين ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه هل يجوز أن أعطي أمي وأبي من زكاة الفطر؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد لا يجوز إعطاء الوالد والوالدة من زكاة الفطر ولا من زكاة المال اللي يحتاج الأب والأم واجب عليك أن تقوم به إلزم رجلها فثم الجنة وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الزكاة سواء زكاة المال أو زكاة الفطر لا يجوز أن نعطيها لآبائنا وأمهاتنا ولا لزكتك ولا للأولاد إذا عايشين معاك طب لو أولاد كل واحد عايش لوحده والولد عنده بيت وزوجه وأولاده ومحتاج يجوز أن تعطيه من مال الزكاة والزوجة يجوز أن تعطي زوجها من مال الزكاة إذا كان محتاجا الزوجة إنما الزوج ملزم بالنفقة على زوجته والأب والأم لا يجوز أن تعطيهم من مال الزكاة لا زكاة المال ولا زكاة الفطر طب يجوز من الصدقة نعم يجوز لكن الزكوات لا يجوز لا للأب ولا للأم ولا للأولاد ولا للزوجة لا للأصول ولا للفروع انت واجب عليك ان انت تعطي لأبيك وأمك ما يحتاجون وزيادة دون طلب ما تستناش ان هم يطلبوا منك انت ومالك لأبيك وأمك انت تحت أمرهم انت في طاعتهم انت في خدمتهم لاني خد بالك اللي بتسمعني لو بتعامل أبك وأمك بهذه المعاملة ستجد هذه المعاملة من أولادك لك في حياتك قبل موتك اوعى تعمل كده مع أبك وأمك لأن العقوق للوالدين مردود في الدنيا قبل الآخرة اذا لا يجوز اعطاء الوالد والوالدة من زكاة المال ولا زكاة الفطر ممكن انت تدفع عنهم زكاة الفطر ممكن انت تشوف طلبتهم واحتياجاتهم تلبيها لهم وهذا في ميزان حسناتك إن شاء الله بروا آباءكم تبركم أبناؤكم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون اللهم آمين أشوف حضرتكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته